في خرجة غير متوقعة بلغت عاطف وتضامن بعض الجزائريين ضد الهجمات الإرهابية التي استهدفت فرنسا مؤخرا حد وضع العالم الفرنسي على صفحاتهم الاجتماعية محاكاة لموجة التضامن العالمية التي أطلقتها مختلف مواقع تواصل الاجتماعي ما أثر موجة من الاستنكار والاستياء بين الجزائريين بلغت حد اتهام هؤلاء بالخيانة لدماء شهداء بالنظر إلى التاريخ الاستعمار الطويل لفرنسا في الجزائر ارتكبت خلاله أبشع الجرائم والمجازر في حق الجزائريين التي ترفض لحد الآن مجرد الاعتراف بها أو الاعتذار عنها من جهة أخرى أثارت ردود الفعل الدولية وحجم التضامن العالمي على خلفية الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت باريس مؤخرا جدلا واسعا بين الأوساط العربية بسبب ازدواجية الدول الغربية في التعامل مع الهجمات الإرهابية التي تستهدف دولا عربية أو إسلامية فقد كان العالم كله شاهدا على الهبة الدولية التي عرفتها قضية شارلي إبدو عندما رفع المجتمع الدولي شعارا واحدا كلنا شارلي إبدو ولم تختلف ردة الفعل على الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس مؤخرا عن تلك التي شهدتها هجمات شارلي إبدو حيث توشحت مختلف عواصم العالم بألوان العالم الفرنسي تعبيرا على تضامنها مع الشعب الفرنسي وهي نفس الخطوة التي أقدمت عليها بعض مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تويتر ويوتيوب وفيسبوك في الوقت الذي مرت فيه الاعتداءات التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخرا مرور الكرام على المجتمع الدولي شأنها شأن الهجمات الإرهابية التي استهدفت باقي الدول الإسلامية على غرار تركيا واليمن والعراق وسوريا فضلا عن المجازر اليوبية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين بدون أن يحدث ذلك أي رد فعل دول مقنع ما يدل على سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها هذه الدول عندما يتعلق الأمر بالدماء العربية